أهلا بكم من جديد مشاهدي صدى البلد ما زلنا بنتابع مع حضراتكم مباراة كأس العالم اللي بينتظرها عشاق الكرة العالمية والعربية أيضا هنوضح لحضراتكم وعيد مباراة اليوم التي سيلعب فيها منتخب المغرب الشقيق والذي يطمح في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور نصف النهائي من الموديال في مباراة الشوقية الحقيقة بينتظرها الجماهير العربية خصوصا وكل العالم أيضا أيضا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباراة أمس لأن الحقيقة بيستعد منتخب المغرب المواجهة نظير البرتغالي اليوم في الساعة الخامسة مساء في الدور الربع النهائي لكأس العالم قطر 20-22 كان منتخب المغرب قد حقق مفاجأة كبرى بإغصاء أسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في ثمن النهائي بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي وأيضا الوقت الأضافي تأهلت فيها منتخب المغرب لهذا الدور بعد ما طردت أسبانيا صاحبة نسخة 2010 من المونديال فيما تأهلت البرتغال بعد اكتساح سويسرا 6-1 وبيبحث منتخب أسود الأطلس عن دخول التاريخ من خلال التأهل لأول مرة في تاريخه للدور نصف النهائي من المونديال أما منتخب البرتغال الذي يشارك في كأس العالم للمرة التمنى في تاريخه فيحلم بالصعود للدور قبل النهائي للبطولة للمرة التالتة بعد ما بلغ المربع الذهب المونديال عام 1966 بإنجلترا حيث حصل حينها على المركز الثالث وفي نسخة 2006 في ألمانيا والتي شهدت نيلو المركز الرابع ورغم تأهل الأدوار الإقصائية بعد تصدر ترتيب المجموعة التمنى لم يقدم منتخب البرتغال العروض المنتظرة من نواب حيث فاذ 3-2 على غنى بشق الأنفس قبل أن يفوز 2-0 على الأوروبوي ثم خسر 1-2 أمام كوريا الجنوبية عن المباراة التانية اللي هتقام اليوم هتكون ما بين منتخباي إنجلترا وفرنسا حيث يلتقى الغريمين والفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ملعب البيت في قطر ضمن المنافسات الدور ربع النهائي من البطولة وبيستهدف المنتخب الإنجليزي موصلة مشواره المميز في البطولة بالفوز على فرنسا في مباراة اليوم وقاطعه خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ عام 1966 على الجانب الآخر بيطمح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني دي داي دي شامب في موصلة رحلة الدفاع عن اللقب بطرويد الأسود الثلاثة وحجز بطاقة التأهل للنصف النهائي وقد بدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2022 بالفوز على أستراليا 4-1 ثم تفوق على درمارك 2-1 وخسر أمام تونس 1-0 في خطام دور المجموعات تفوق المنتخب الفرنسي على النظير البولندي 3-1 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 وسوف يلتقي الفائز من مباراة المغرب والبرتغال مع الفائز من اللقاء إنجلترا وفرنسا في نصف أنهائي كأس العالم أعلنت بالطبع شبكة بي إن سبورتس إذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا عبر قناتان مفتوحة بي إن سبورتس اتش دي وكانت شبكة بي إن سبورتس أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 عن إذاعة 22 مباراة من المنديال دون أي تشفير وبيذكر أن جميع مباراة كأس العالم قطر 2022 سوف تزاع على مجموعة قنوات بي إن سبورتس المشفرة والكأس القطرية المشفرة أما مشاهدين عن نتائج مباراة أمس فقد فاز منتخب كرواتي على نظير البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 ليصبح المنتخب أول متأهلين لنصف نهاء المنديال وسجل نمار أول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراغة حارس المرمى في الدقيقة 105 وفي الدقيقة 116 سجل اللعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا ليوعيد المباراة نقطة الصفر مرة أخرى ويحتكم المنتخبين لركلات الترجيح أو ركلات الجزاء الترجيحية أما ركلات الترجيح فقد أهدرت البرازيل ركلتين وسجلت كرواتيا كل ركلتهم لتصعد إلى قبل النهائي بهذه النتيجة هيواجه منتخب كرواتيا نظير متأهل من موقعة الأرجنتين وهولندا في نصف نهاء كأس العالم أما مباراة هولندا ضد الأرجنتين اللي كانت أمس الحياة فقد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهاء الكأس بعد تغلبه على هولندا أيضا بركلات الترجيح بنتيجة أربعة ثلاثة بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافة بالتعادل بنتيجة اتنين اتنين صنع بالطبع ميسي هدف الأرجنتين الأول لسجله في مولينا في الدقيقة خمسة وتلاتين قبل أن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثة وسبعين من عمر المباراة الأصلي ليحصد جائزة رجل المباراة عن جدارة هيواجه منتخب الأرجنتين نظير الكرواتي في النصف نهاء منديال قطر بعد تأهل الأخير على حساب البرازيل مشاهدينا بكده تكون انتهت تغطيتنا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة جدا جدا اليوم ومتابعة المغرب وننتظر توقعاتكم حضراتكم النهاردة في التعليقات عن نتائج مباراة اليوم وبشكركم على طيب المتابعة للقاء